مساء الخير تزداد حماوة الخطاب السياسي مع اقتراب موعد الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل من تخرج جامعة العزم خرج رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن صمته وأعلن العزم والاستعداد للخدمة العامة رافضا تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات ميقاتي وجه رسالة إلى من وصفه بالمخطئ الذي يعتقد أن رفع الصوت وافتعال الغبار السياسي والإعلامي يمكنه أن يلزم رئيس حكومة تصريف الأعمال بأن يزيح قيد أنملة عن قناعاته التي لا تراجع عنها بضغط الحسابات العددية أو السياسية أو بالمساومة وفق ميقاتي في شأن المتصل نفى التيار الوطني الحر ما وصفه بالكلام الكاذب عن مطالب وشروط تنسب زورا إلى التيار في الملف الحكومي بالتوازي نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن ليس هناك من خيار سوى تبني ترشيح ميقاتي بعد قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي وعدم رغبة الرئيس تمام سلام في الترشح رئيس المجلس الحريص على التوازنات الوطنية حذر من معادات الطائفة الصنية وحشرها في الزاوية بلجوء البعض إلى تسويق مرشح يشكل تحديا لها ويتيح لهذا الفريق أو ذاك الإمساك بالقرار السياسي في قداس اختتام سينودوس دعا البطريرك الماروني الكاردنال بشار الراعي إلى أن يضع المسؤولون المدنيون والسياسيون حدا لعادة التعطيل وإلى أن يسرعوا في حسم الوضع الحكومي والتحضير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون أي إبطاء رافضا تنضية الأشهر القليلة الباقية من العهد في ظل حكومة تصريف الأعمال